مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان واستمرار الفرغ الحكومي منذ قرابة عام حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من كارثة اجتماعية قد تعصف بالبلاد خلال وقت قريب دياب قال خلال لقاء مع عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في بيروت إن لبنان على بعد أيام قليلة من انفجار اجتماعي مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته نجحت في تأجيل انهيار البلاد لكنها لن تستطيع منع هذا الانهيار في ظل الحصار المطبق وشدد دياب على أن وجود نحو مليون ونصف المليون لاجئ سوري ومئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يساهم في تعميق الأزمة وتسريع الانهيار الذي قال إنه لن يقتصر على اللبنانيين فقط بل سيشمل الجميع بما في ذلك اللاجئين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اعتبر أن ربط تقديم المساعدات الدولية للبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطرا على حياة اللبنانيين لأن الضغوط التي تمارس على البلاد لا تؤثر على الفاسدين بل يدفع ثمنها الشعب اللبناني وحده على حد وصفه كما ودع دياب الدول العربية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة العاجلة من أجل إنقاذ اللبنانيين من الموت ومنع زوال لبنان بحسب تعبيره وفي السياق عرض وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس تقديم مساعدات إلى لبنان من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها عبر بعثة الأمم المتحدة العاملة في لبنان اليونيفل مؤكدا أن بلاده مستعدة لتقديم يد العون لهذا البلد